انتهت مباراة الاهلي واسموحة منذ قليل بفوز الفريق السكندري بهدفين مقابل هدف في احدى مفاجآت الدوري المصري في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الاهلي وي بالسلام في اللقاء المؤجل من الجولة الـ 11 لبطولة الدوري المصري بتلك النتيجة توقف رصيد الاهلي عند النقطة 30 في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري بينما رفع رصيد سموحة للنقطة 27 في المركز الخامس تقدم سموحة اولا عن طريق حمود حليمو في دي 11 بعد مرور رائع من احمد حمدي لاعب سموحة الذي مرر الكرة لحليمو الذي سجل الهدف على يسار محمد الشناوي حارس الاهلي الذي لم ينجح في التعاون مع الكرة حتى سكنت الشباكه بسهولة وبصراحة ولا يسأل على الهدف دي مشكلة في دفاع الاهلي وفي الديئة 32 تعادل الاهلي عن طريق حسين الشحات الذي انفرض بمرمى الهاني سليمان ومرر الكرة بمهارة من اعلى الحارس من تمريرة ولا اروع من عمر السلية اللي كان ادى مباراة رائعة النهاردة وفي الديئة الثالثة من الوقت بدل الضائع سجل حسام حسن هدف الفوز لسموحة مستغلا خطأ محمد الشناوي بالتقدم من مرمى وسدد الكرة من وسط الملعب في المرمى الخالي من حارسه وتعد مباراة اليوم هي الخسارة الاولى للمسيماني في الدوري بعد الفوز في تسعة مباريات على حساب فرق مصر مقص غز المحلل لاتحاد سراميكا لانتاج الحرب المقولون طلع الجيش الاسماعيلي والزمالك وتعدل فيه سلاسة مواجهات امام وادي دجلة والبنك الاهلي وبرامز على الترتيب الفو مبروك لسموحة وهارد لك للنادي الاهلي اللي بيعاني من كسرة الاصابات والنهاردة كمان اليو ديانج تصاب في رقبته ربنا يسر واضح لعيبة الاهلي في حالة اجهات شديد ولازم ادارة النادي الاهلي تشوف حل لمشكلة الاصابات في النادي الاهلي